السلام عليكم بناء الهيكل يعني مرحلة متعمقة من انحصار الفتح الإسلامي عن فلسطين ذلك بأن المسجد الأقصى هو شعار الفتح الإسلامي لفلسطين الأكثر صفاء وجود هذا المعلم والتراث الديني والسياحي والاقتصادي يعزز الروح والشعور والانتماء والفخر والعزة والرابط والوحدة ما بين الدين والبنين والوطن إسرائيل بهجومها الشرس على الأفصال المبارئ لا تريد أن توازي بين الهيكل والمسجد بل تريد أن تنير الهيكل وتطفئ المسجد وسياحة الدينية العربية والاقتصادية الفلسطيني لنشر السياحة والاقتصاد اليهودي بهذا تحطم الصهيونية بدعايتها ومنهجيتها العنفوان الفلسطيني وتذله تحطم العنفوان الفلسطيني وتذله بأنها ضثرت هذا المعلم والعلم الديني الذي تعتبره وثنياً علمانياً كافراً لكفار إن أتم الصهاينا لا سمح الله ذلك فستشتعل الحرب الدينية التي ستأكل بنيرانها خلقاً كثيراً وقد تشتعل جراء ذلك حرب عالمية ثالثة تدمر البشر والعالم كله على العرب والمسلمين أن يتخذوا موقفاً رادعاً وقائياً فبدل أن يهدد اليهود الأقصى بالزوال يجب أن يهدد العرب والمسلمون إسرائيل بالزوال والاندحار عن فلسطين والعودة إلى شعوبهم وإثنياتهم القومية وعودة اللاجئين الفلسطينيين إلى وطنهم هذا ما يجب أن يحدث لا أن يهددون بل أن نهددهم وإذا لم نحرر القدس والأقصى قلال أشهر فبناء الهيكل يعني نهاية إمكانية تحرير فلسطين والقدس السلام عليكم